ليست مجرد خيام مترامية على مناطق واسعة إنها قصص من الأمل والبقاء يعيشها نازح قرى مثلث الموت في رف القنيطرة بعدما استقرت بهم الحال في مخيم يحمل اسم الموت عنوانا لبقائهم مخيم مهجرين قرى مثلث الموت تهجروا من عام 2014 إلى اليوم لمحافظة القنيطرة نتيجة غلاء الأجار ولقمة العيش الصعبة التجأت الناس للخيام أوفر من دفع الأجور بالمساكن أوفر للعيش يعني هون من مصروف الحياة اليومية والعبئ على هالناس محمد شاب ثلاثيني تعرض للإصابة دفاعا عن أرضه التي استحوذت عليها ميليشيات إيرانية يحدوه أمل ليقوم من جديد على قدميه ويهجر كرسيه الذي اعتاد المكان في المخيم الجديد أنا زلم مصاب من أيام معارف متلة الموت من سكان متلة الموت منطقة متلة الموت وأصبت بطلق ناري سبب لي شرار نصفي ووصل مطاف فينا أنا سكنت بالمخيم مخيم متلة الموت هو على مسمع الأسم أهل المنطقة وما فيه على الصعيد الشخصي ما أحد أطلع عليه وعلى صعيد الأهل المخيم فيه تخصير من المنظمات أكثر من أربعين عائلة هجروا من مخيم قريب كان يؤههم ليتركوه بعدما تخلت عنهم المنظمات ويعمل على تأسيس مخيم يلم جراحهم ويستر ضيقهم لا سيما في فصل شتاء قادم لا يرحم مخيمات عديدة تنتشر في محافظة القنيطرة سعيا من القائمين عليها للأمان والعيش بسلام إلا أن حربا من نوع مختلف يخوضونها مع منظمات تدعي المساواة والعدالة في العمل الإغاثي لم يهرب النازحون هنا من الموت بل من بشاعة الموت يقول أهل المخيم إلا أن أملا يحدوهم في العيش والبقاء رغم المعاناة التي يعيشونها من مخيم مثلث الموت في ريف القنيطرة فادي الأصمعي أوريانت نيوز